اشتركوا في القناة في حلقة امس قلنا بان هناك مدن ومحافظات عراقية اذا استقرت يستقر العراق واذا اضطربت يضطرب العراق بغض النظر عن مساحة هذه المدن وبغض النظر عن قربها او بعدها الى العاصمة والمركز بغض النظر عن الكثافة السكانية هناك محافظات لها قيمة تاريخية لها قيمة جغرافية لها قيمة سكانية وبالتالي لها قيمة ايضا تتعلق بالموارد هذه المدن والمحافظات استقرارها يعني استقرار العراق هدوءها يعني هدوء العراق بالمقابل ارتباكها واضطرابها وزعزعت امنها واستقرارها ونهبها سيعني ان العراق منهوب مزعزع مضطرب والى اخره وابرز تلك المدن هي نينوى المحافظة الثانية من الكثافة السكانية من حيث الكثافة السكانية بعد العاصمة بغداد هي محور حديث هذه الحلقة مشاهدين الكرام ما هي الخرائط الانتخابية ما هي التحالفات التي قد تضغى عليها والى اي درجة لانه نينوى في 2021 ليست نينوى في 2018 ولا نينوى 2014 ولا نينوى 2010 بسبب التغيير الديمغرافي بسبب ما حصل من استحكام على موارد هذه المحافظة مما يعني هناك نية مبيتة للتأثير في نتائج الانتخابات وبالتالي تصدير نخبة سياسية جديدة ربما ليس لها علاقة مطلقا بنينوى نحاور ضيفنا بعد تقرير برأس المال المشاكل الامنية والسياسية اللي تتكبر كل ما اقترب موعد الانتخابات مو هي الاثر الوحيد للصراع الحاصل بين الاحزاب اكوبلوى مرة تثولوها الجماعة ولا كأنه الاعلام صلف بيها صح كانت بوقتها ازمة بس تراكم الازمات وحدة فوق الثانية خل القضية على الشحن بس اليوم المشكلة فولت شحن وبدت اثارها تبين وتكبر الدوارة الانتخابية اللي قسمها البرلمان بقانون الانتخابات قسمها تفصال على مقاس الاحزاب والكتل المتنفذة وبحجة الاستجابة لمطالب المتظاهرين اعتمد الدوارة المتعددة بس متعددة بكيف اللاعوب مو فق ضوابط ومحددات لذلك صار القانون اللي شرع البرلمان للشعب صراحة الخالة بنخته توزيع الدوارة الانتخابية بطريقة انتقائية وهائيلي وهائيلك تسببت من قسام مجتمعي مناطقي وعشائري مو بس داخل المحافظة الوحدة وانما بداخل الدوارة الانتخابية نفسها ووسط المرحلة تطلع عيني عينك شخصيات عشائرية ومناطقية تهدد بتهجير اللي ما ينتخب فلانه فلتان يعني هاي الدائرة الانتخابية قفل للعشيرة او الحزب الفلاني ومو بس المنافس يتهدد وانما الناخب اذا ارتكب جريمة الاقتناع بغير مرشح فيتهجر هو واهل من بيته وقاعه وهي اذا سلم على حياة طبعه هذا عرب الزعيم هس لو تنتهي المشكلة هنا نقول فدوة بس الطامة الاكبر هي انه البرلمان الجاي اللي راح يكون شبه محسوم مقدما راح يكون كل عضو بي بمكان ما يمثل الشعب او على الاقل محافظته راح يصير ممثل منطقة معينة له عشيرة محددة له زعيم السياسي فاسد وهذا كله وبالقانون عد هاي المشكلة اللي بدت اليوم اثارها تبين بعدد من المحافظات هي مشكلة باصل القانون اللي لاحش بي المتظاهرين ولا جابوا طارية وجاب البرلمان ولزقب مطالبهم واقرة اما باقي مطالب المتظاهرين الحقيقية اللي دفع الشباب ارواحهم ودمهم على موته ما اقول لك مشموره بروفوف البرلمان ولا بتلافت الورق بس اعتقد وقع من سترة رئيس البرلمان من نزع سترته حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام ضيف هذه الحلقة لأستاذ أحمد الجبوري عضو مجلس النواب عن محافظة نينواء أستاذ أحمد مرحبا بيك سيادة النائب كل عام وأنت بألف خير رمضان مبارك عليكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا ومرحبا أخ زيد وتحية لك ولقناة الفلوجة ولجميع المشاهدين الكرام حياك الله سيد أحمد هل من المبالغة القول بأن تمثيل نينواء السياسي النياب المقبل في خطر بسبب التغييرات الديمغرافية أم هذه حقيقة ينبغي الاعتراف فيها نعم أخ زيد القانون الحالي الذي تم تشريعه في البرلمان لم ينظر إلى المصلحة العامة التي سوف يحققها هذا القانون من خلال خفض التمثيل الحقيقي للعرب في نينواء والذين يشكلون أكثر من ثمانين بالمئة وكما أشار تقريركم بأن محافظة نينواء هي تعد من أبرز المحافظات التي تحتوي على مكونات كثيرة وفضلا عن الأقليات وربما يشاطرها في هذا التمثيل محافظات أخرى كمحافظة كاركوك وصلاح الدين وربما محافظات أخرى ولكن بالتأكيد هذا القانون سوف يقلل من نسبة تمثيل العرب لذلك نحن لم نصوت عليه في البرلمان وتم معارضته فضلا عن كونه أنه يقلل دفاع النائب عن المحافظة الذي يقتصر على دفاعه عن قريته وناحيته وعشيرته ومنطقته وربما مكونه وطائفته يعني اليوم لما نجي ونرى أن الخريطة المكوناتية في محافظة نينوة تحتوي على ست أو سبع مكونات وهي مكونات أصيلة نجد أن العرب يشكلون فيها الأغلبية وبنسبة أكثر من ثمانين بالمئة ويأتي بعدها مكونات أخرى كرد والتركمان والأيزيدية والمسيح والشبك ولذلك يعني اليوم مناطق كاملة سوف ينتهي فيها تمثيل العرب كسنجار تلكيف مخمور شيخان وربما مناطق أخرى وأيضا يعني هذا التمثيل إذا ما تم مقارنته بتمثيل عام 2010 عندما كان العرب فيه 22 نائبا فإن في أفضل الأحوال فإن العرب لن يحصلون على 17 أو 18 مقعد في المرحلة القادمة وهذا أيضا ينعكس على الدفاع عن المحافظة يعني اليوم لما يكون النائب ممثلا عن سنجار أو جنوب الموصل أو سهل نينوى فإنه سوف يدافع عن هذه المناطق ولا يدافع عن محافظة نينوى ولذلك هذا القانون هو قانون يجهز على تقسيم المجتمع وأيضا يعني فاتني أن أذكر بأن هناك يعني تركيبة سكانية في محافظة نينوى تختلف عن محافظات أخرى كالأنبار التي تعد يعني محافظة وحدة من حيث مكون واحد وهي ربما يعني عشائر مختلفة لكنها لا يوجد فيها مكونات أخرى أما في نينوى فالتركيبة السكانية كيعني في المدينة وأبناء الريف الآن أيضا يعني حصل الإنقسام أفقيا وعموديا بسبب هذا الأمر لذلك نجد أن الأصوات التي تدافع عن نينوى وربما يعني أجبرت على النزول في منطقة معينة فسوف تقل فرصتها في الحفاظ على مقعدها من قسم الدواءة رسالة أحمد من قسم الدواءة الانتخابية في نينوى يعني القوانين في البرلمان يعني بحكم الحال وهذا يعني ليس بسر هناك جهتان هم الذين قسموا يعني الدوائر الانتخابية ورسماها بأيديهم يعني اليوم يعني ما هو المعيار الذي يجعل من أن تكون هناك دائرة انتخابية يعني بمقاسات معينة بمراكز معينة دون أن نستعين بوزارة التخطيط أو وزارة التجارة أو حتى المفوضية التي تعتبر هي الجهة الأساسية في انضاج القانون يعني القوانين دائما تأتي إلى البرلمان من الجهات التي تنفذ القانون يعني عندما نشرع قانون لوزارة الدفاع فإن القانون يأتي من وزارة الدفاع عندما نشرع قانون لوزارة التربية فالقانون يأتي من وزارة التربية كان يفترض أن يأتي القانون من مفوضية الانتخابات وهذا ما طالبنا به ورفضنا أن نصوت على القانون ونبهنا من أن هذا القانون سوف يحدث ضررا كبيرا في البنية المجتمعية العراقية الجهة التي شرعت هذا القانون هي الجهتان التي كانت تقود البرلمان في المرحلة السابقة وهنا لا يخفى عن أحد بأن الكتلة الأكبر من الكتلة الشيعية وهي كتلة سائرون فضلا عن الذي كان يمثل المكون السني وهي متمثلة برئاسة البرلمان والسيد محمد الحلبوسي هم الذين أصران على تمرير هذا القانون وبالتالي هذا القانون تم تفصيله بمقاسات سياسية ضيقة ولم ينظر إلى نتائج البلد وكيف سيقول إليه اليوم أنا في جنوب الموصل يفترض أن أدافع عن جنوب الموصل ولا أدافع عن مدينة الموصل والحال بالنسبة كذلك لسهل نينوى وسنجار وتلكيف ومخمور لذلك هذا القانون كان قانونا يختلف ولا ينسجم مع النظام الديمقراطي الجديد هذا القانون يعني وضع في النظام السابق عندما كان هناك مجلسا نيابيا يعتبر كديكور للنظام السياسي لأن كما تعلم ويعلم الجميع أن النظام السابق هو من الأنظمة الدكتاتورية وهي أحد أنظمة الحكم نحن لسنا في مقارنة المدحة والذم لا له هذا الأمر يعني الموصل كانت أو محافظة نينوى كانت خمس دوائر انتخابية في انتخابات المجلس الوطني السابق وكانت هذه الدوائر تقسم مناطقيا حتى يضمن أن يكون هناك تمثيل لكل المناطق وكما تعلم ويعلم الجميع أنه لا قيمة سلطوية للمجلس النيابي السابق وإنما هي يعني تعتبر مكملات للنظام الديمقراطي المفترض لذلك هذا القانون هو مستنسخ ومقتبس من النظام السياسي السابق ولكن يختلف عنه على اعتبار أنه هناك اختلافات كثيرة مع الدستور ومع إدارة الصلاحيات في الدولة العراقية حتى نرجع للوضع القائم يعني نسمع عن نية الطعن بقانون الانتخابات وبالتالي الطعن بقانون الانتخابات سيعني تأجيل الانتخابات لموعدها الدستوري ترجح هذا السيناريو؟ يعني هو الطعن أنا قبل أن أجيب اليوم كيف نستطيع أن نأتي ونرسم دائرة دائرة هي لما نأتي عليها ليست بدائرة ولا حتى بمستطيل ولا حتى بمربع عندما نأتي مثلا نأتي بالرطبة ونربطها بعامرية الفلوجة كيف حدثت هذه الدائرة؟ في نينوى شلو النموذج؟ تقسيم في نينوى شلو هذا النموذج؟ لا هو مستطيل لا هو مربع لا لا أنا حتى أنطيك أنا حتى أوضح لك باعتبارك أنت قريب من يعني اليوم أنا من أشرح لك على نينوى ربما يعني يعني على سبيل المثال كيف اليوم أنا أقطع مثلا عشرة أحياء من الجانب الأيمن وألحقها بجنوب الموصل؟ كيف؟ كيف اليوم أنا أقطع مناطق من سنجار وألحقها ببعاج أو العكس؟ يعني أقطع مخيمات ومجمعات من بعاج وألحقها بسنجار؟ يعني هذا الأمر سوف يخلق لنا مشاكل ليست بالقليلة المشكلة ليست أن هذا النائب راح يفوز وهذا النائب ما راح يفوز المشكلة أنه راح نخلق يعني كوتونات طائفية عرقية عشائرية مناطقية حتى داخل المدينة يعني كان هناك يعني محاولة في يعني سنوات سابقة بأن هناك إذكاء للعداء بين أبناء الريف والمدينة في هذا القانون يعني تجذر هذا الشيء ولذلك اليوم بدأت يعني هذه يعني التخندقات إن صح القول الشعوبية بدأت تنمو في ظل هذا القانون لذلك هذا القانون وأنا لست يعني متشائماً بدرجة كبيرة لكنه يعني واقعياً هذا القانون لا يخدم البلد يعني كان يفترض بما أن الانتخابات استثنائية وليست يعني في موعدها كان يفترض أن نذهب إلى خيارات لإبعاد الطائفية وهذا الخيار هو الدائرة الواحدة الدائرة الواحدة سوف تجبر كل من يريد أن يكون ممثلاً في البرلمان أن يتكلم باسم العراق وليس باسم الطائفة أو المحافظة أو العشيرة أو المنطقة ولكن البرلمان يعني شرع هذا القانون وأضر بالعملية السياسية كما أضرت به قوانين أخرى يعني البرلمان ليس هو القانون الانتخابات يعني قانون وتشريع بهذا العور بهذه المشاكل بعدم انسجامه مع الطبيعة الجغرافية والسكانية والسياسية مع منطقة مثل نينوى هل سيطعن به لو راح مر خلاص صار وقع حال يعني هذا الأمر يجب أن ينتبه إليه تنتبه إليه يعني كل الجهات التي تحرص على سلامة الوطن وعلى يعني عدم انقسام المجتمع وعلى عدم تقزيم عضو مجلس النواب العراقي القادم اليوم يعني التوصيف الدستوري للنائب هو عضو مجلس النواب العراقي وبالتالي يجب أن يدافع عن كل العراق ولكن عندما يكون ممثلا لقرية ولناحية ولمنطقة ولعشيرة كيف سيدافع كيف سوف يعني يوازن بين الدفاع عن العراق والدفاع عن منطقته وهذا هو ليس منطقة ديمقراطية بالمطلق ولذلك يجب على المحكمة الاتحادية أن تنظر في حيثيات القانون حتى إذا لم تطعم بالقانون كأكمل كيف نجيز للسلطة التشريعية أن تقوم بتقسيم دوائر هي من واجبات وجوهر السلطة التنفيذية اليوم أنا تشريعي أشرع لكن أنا ما يصير أجيب مصدر أو أقيس أقول هاي الدائرة تصير الدائرة الخامسة وهاي الدائرة تصير الدائرة السادسة هذا واجب من؟ واجب التخطيط واجب التجارة واجب المفوضية واجب القضاء وليس واجب التشريع أنا أشرع أما تنفيذ القانون والأمور هذه هي من واجبات وصلب السلطة التنفيذية لذلك الدوائر رسمت بمقاسات سياسية ضيقة لذلك إذا كان هناك قضاء دستوري حريص على التشريعات وهي المحكمة الاتحادية فيجب أن تكون لها كلمة في هذا القانون وأنا عندما أتكلم بهذا القانون أنا وضعي جيد في جنوب الموصل وربما أفضل المرشحين ولكنني أنا لا أنظر إلى مقعدي وإنما أنظر إلى العراق وأنظر إلى نينوة وبالتالي كيف أقبل أن يقل تمثيل العرب من 22 نائب إلى 17 نائب هذه ليست بديمقراطية وهذه ليست بعدالة ويتحمل المسؤولية رئاسة البرلمان لما تقول جنابك راح تقل نسبة تمثيل العرب بالنسبة لنينوة من سيصعد؟ يعني لما تقول 22 وراح نصير 17 هذا الفرق في عدد مقاعد الأصوات الخمسة لمن سيكون؟ من راح يحل بديل عنكم؟ يعني نعم المكونات المحترمة ولا أقول عنها الأقليات هي التي سوف تأخذ مقاعد العرب التي منحها الدستور مقاعد كوتا يعني حتى لو ينطون صوت واحد هو فايز بالمقعد محجوز له المقعد وأتكلم هنا عن الأخوة الآيزيدية يعني في سنجار ستكون الغلبة للأخوة الآيزيدية وليس العرب يعني مع العلم أن العرب هم يمثلون النصف إن لم نقل أكثر وعندما أذهب إلى تلكيف التي فيها يعني عشائر عربية كبيرة الحديديين وطي وقيرهم سوف ينتهي تمثيلهم وأيضا الأمر كذلك بالنسبة إلى مخمور وإلى الحمدانية وإلى الشيخان ويعني حتى الخطر موجود في قضاة الأعفر لذلك أنا عندما أتكلم بهذه وأنا لست متأخرا أنا لم أصوت واعترضت وبالمناسبة يعني نواب نينوى ربما قليلين جدا الذين أيدوا على مضض هذا القانون لأنهم كانوا مرتبطين بأحزاب التي كانت تدير البرلمان وهنا أتكلم بشكل واضح عن تقدم يعني سكتوا رقم مرارتهم اليوم لا يوجد نائب يعني يقبل أن يتقزم حجمه ويكون ممثلا شبيها مع احتراماتنا إلى يعني عضو مجلس البلدي أو المسؤول الخدمي في الناحية أو القرية ما حد يقبل هذا الشيء النائب يدافع عن العراق ويدافع عن المحافظة وطبعا هذا الأمر ينصرف على محافظات أخرى يعني حتى المحافظات الجنوبية فيها خلل وأنا عندما أتكلم عن المكونات أتكلم عن نينوى وصلاح الدين وكركوك هذه المكونات تعتبر عراق مصقر وهي تعتبر حاوية لجميع المكونات ولكن اليوم سيحصل يعني انقسام مجتمعي كبير في هذه المحافظات وسوف يعني تقل يقل التمثيل الحقيقي ولذلك سيكون هناك استياء وليس رضا والأصل في أن يكون القانون الجديد هو قانون يرضي الشعب سوف يكون قانون يجعل الشعب مستاءا وقير واتقا بالمرة ذكرت أكثر من مرة عن تفاهم ما بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع كتلة سائرون أو ما بين تقدم وسائرون شنو سر هذا التفاهم اللي يخلي معادلة ترسيم الدوائر بهذه الطريقة يعني بسر نفهم شنو سر التلاقي على ماذا اتفقوا فيما بينهم حتى تمشي الخارطة بهذه الطريقة وتفرض عليكم أنتو كممثلي شعب في داخل مجلس النواب لا هو اللي كان يدير البرلمان هو يعني الرئيس والنائب الأول يعني هذا ليست بسر وليست بيعني كل الناس يعرف هذا الأمر وكتلة سائرون تعتبر أكبر الكتل الشيعية في البرلمان وهي صاحبة يعني القرار الأكبر في هذا الشيئين وتفرض على محمد الحلبوسي تفرض على محمد الحلبوسي لو أكون تفاهم لا أسا أنت قلت لي شو تفقوا ربا أنا طبعا ما حضرت يعني لا أعرف ما دار بهم من اتفاق ولكن الحماسة الكبيرة باتجاه تشريع قانون بدوائر متعددة يعني كان واضح من قبل رئيس البرلمان وكتلة سائرون هذا الأمر واضح جدا للجميع والاعتراض كان من مختلف الكتل السنية والكردية والشيعية يعني هناك كتل لم تصوت على القانون فهذا الأمر هو ليس يعني غريب لذلك يعني هذا القانون يعني فصل بمقاسات لا أستاذ أحمد تلك الكتلتين أستاذ أحمد هل شرع القانون حتى في بغداد تقسيم الدوائر خليك من الفكرة سيد زي فضل حتى في بغداد تقسيم الدوائر كان يعني باتفاق يعني هاتين الكتلتين عندما يتم تقسيم مثلا الدورة العظمية الشعب الكاظمية الشعلة يعني إحنا ما جبنا مثلا مفوضية الانتخابات أو جبنا أبو البطاقة التومينية أو جبنا مثلا التخطيط العمراني وقلنا له يا بتعالوا قسمونا تقسيم جغرافي وجيبوا المصدر وجيبوا القلم لا قعدة والأطراف هذه إلك تصير باتجاه الدائرة وهي ترجع عليها يعني التقسيم صار تقسيم سياسي بامتياز وأتحدى أي واحد يعني يقدر يثبت عكس ذلك إحنا ما اعتمدنا على الحكومة في تقسيم الدوائر الانتخابية ما اعتمدنا إطلاقا يعني كل ما في الأمر يعني اليوم أنا مثلا أجيب بعاج اللي هي تبعد عن جنوب الموصل أكثر من مئتين كيلو أجيبها وأخليها مع جنوب الموصل وأبعد عني مثلا ناحية النمرود اللي تبعد عني مئتين متر يعني ماكوهيش منطق ماكوهيش منطق يعني وكأنما نحن قسمنا المحافظات خاصة ذات المكونات يعني المتعددة المختلطة إلى مكونات يعني قسمناها هذا القانون الانتخابات يهيئ إلى تقسيم محافظة نينوة إلى محافظات عدة يعني اليوم سنجار راح تكون خاصة اليزيديين سهل نينوة راح يكون باتجاه الأخوة الكرد والمسيحي وحتى المسيحيين المسيحيين هذا الكوتا يعني نتكلم عن أن الأمور راح تكون باتجاهات تلعفر ممكن أن تكون خالصة للتركمان ويعني بالرقم أن العرب فيها ربما يشكلون أكثر حتى من يعني خمسين بالمئة يعني هذا هو الواقع في القانون الذي لم تنظر إليه جيد أنا حتى أرجع السؤال أستاذ أحمد لماذا سألتك عن سر هذا التوافق ما بين السائرون ورئيس مجلس النواب هل هو محكوم بطبيعة أغلبية أو كثرة أعضاء وكثرة سائرون من حيث العدد لو يتعلق باتفاق سياسي ما بين الطرفين للمرحلة المقبلة يعني أستاذ زيد الأمور في البرلمان لم كانت تدار بالأغلبية لو كان هناك أغلبية الأغلبية مو لسائرون ولتقدم ولكن كانت الأمور تدار من رئاسة البرلمان بطريقة تعسفية يعني خلاص روح يعني اتفاق سياسي للمرحلة الجاية لا لا أنا أتكلم لك أنا يعني نائب لأكثر من عشر سنوات صح يفترض بالبرلمان يفترض بالبرلمان عندما عطلت المحكمة الاتحادية أن نقف عن التشريعات ليش؟ اليوم إحنا مو سلطة مطلقة للتشريع يعني إحنا مو يعني وكأنما استغفر الله وحي منزل كل ما نقوله يشرع إحنا نراقب الحكومة ولكن هناك من يراقب تشريعاتنا عندما عطل نصاب المحكمة كان يفترض على مجلس النواب أن يتوقف عن التشريع إلى أن يتم إكمال نصاب المحكمة وهذه المسألة غاية في الأهمية غاية في الأهمية ولو أن القوانين التي شرعت بقياب نصاب المحكمة الاتحادية لا يفترض أن تلقى جميع التشريعات يعني اليوم أنا مو سأتكلم لك عن قانون الانتخابات القانون الذي سرح فيه أكثر من 250 ألف من المتقاعدين لما إحنا جينا والتعينات ماكو وردنا نجيب تعينات الأحزابنا الجديدة 250 ألف وسرحنا الأطباء والأساتذة والمهندزين والضباط عندما يبلغ عمر 60 سنة والكل يعلم بأنه 60 سنة هي بداية النضوج الخبرة يعني اليوم إحنا عدنا العراق خسر 250 من الكفاءات هذا القانون شرع من أجل أن يحصل الحزب الفلاني كم درجة ويستفاد منها بالانتخابات وحتى يسولوا دعاية وشعبية لذلك كان يفترض على البرلمان وعلى رئاسة البرلمان أن تذهب باتجاه تشريع قانون المحكمة الاتحادية قبل الذهاب إلى التشريعات الأخرى دعا أتكلم لك هنا دستور لا أتكلم لك سياسة ولكن هذا الأمر لم يحصل لذلك الرئاسة لم تقم بواجبها الدستوري ولو أننا الآن طعننا بهذا الإجراء لقالت المحكمة بأن البرلمان لا يجيز له أن يشرع قانون في قياب وجود محكمة اتحادية يعني يبقى يعني أظن أنتم تحتاجون في هذه المرحلة إلى جهد سياسي حتى تضغطون على المحكمة الاتحادية في سبيل منع تمرير انتخابات بموجب هذا القانون إذا كان يعني بهذا السوء أنا أريد أرجع إلى نينوى أستاذ أحمد الجبوري فيما يتعلق بالخارطة المقبلة إلى أي درجة يعني التغيير الديمغرافي راح يكون حقيقة ثابتة لن تتغير مثل ما صار بديالة وتغيرت هوية ديالة بسبب التمثيل السياسي راح يتكرر الموضوع في نينوى شنو رأيك؟ نعم يعني أتفق معك كثيرا وطبعا أنا يعني ما قلته هو رسالة إلى المحكمة الاتحادية بأنها تراجع ليس فقط قانون الانتخابات وإنما جميع القوانين التي شرعت في ظل غيابها وهذا يعني حق دستوري للمحكمة الاتحادية المحكمة الاتحادية يجب أن تراجع جميع القوانين التي شرعت في ظل غياب المحكمة الاتحادية من خلال يعني قناتكم الكريمة أما الخريطة السياسية فبالتأكيد يعني اليوم يعني هناك إضعاف للأقلبية العربية في نينوى ولذلك يعني اليوم هناك استحواذ سيكون طبعا استحواذ بشكل قانوني بحكم قانون الدوائر سيكون للمكونات الكريمة ولا أقول الأقليات على حساب العرب لكن يعني أيضا هناك وعي بأن يعني الأحزاب التي يعني تريد أن تسيطر على مقاعد نينوى وأن تفرض عليها الوصاية السياسية أعتقد أن الوعي في محافظة نينوى كبير جدا لأن اليوم أي شخص يفوز هو يتبع للحزب الذي ينتمي له ولن يخرج عن سياساته والذي لم يستطيع أن ينصف نينوى في استحقاقاتها المالية والوظيفية والوزارية لن يتأمل ولن يرجى منه أنه سوف ينصف نينوى مستقبلا وهذا يعني يعني الوعي في لدى أهالي محافظة نينوى يعني موجود نعم هناك يعني مئات المرشحين وهم أعداد كبيرة وبالتالي هذا هو تنافس مشروع ولكن أيضا هناك وعي انتخابي في محافظة نينوى طيب تحالفاتكم كيف ستكون أستاذ أحمد الجبوري أغلب يعني الشخصيات النازلة بالدوائر المتعددة كمرشحين لهم امتدادات لتحالفات سياسية هل بالإمكان لعرب نينوى نينوى الذين يقتربون مع بعضهم في مخاوفهم على هوية نينوى وعلى مصيرها وعلى انقسامها وعلى تغيير هويتها وديمغرافيتها أن يلتقوا في بردامج واحد ويلتقوا ربما حتى في تحالف واحد حتى يحمون نينوى من الخطر القادم لها أو اللي هو صار لكن سيرسخ تشريعيا وعمليا يعني أكيد استاذ زيد اليوم يعني لا أخفيك أن المال السياسي والإعلام المضلل من الصفحات الوهمية الممولة التي اليوم بدأت بمهاجمة الخصوم السياسيين في مواقع التواصل هي موجودة ولكن كل الناس يعرفها وبالتالي من المبكر جدا أن تفرح هذه يعني أحزاب السلطة والتي تستخدم المال والنفوذ والسلطة وما يعني هناك ما يفرح هنا بأن الحكومة وعلى رأسها السيدة الكاظمي هي لن تشترك بالانتخابات وبالتالي فإنها سوف تحرص على إبعاد النفوذ والسلطة والمال عن الانتخابات لذلك نحن كنواب محافظة نينة وأتكلم هنا النواب الحاليين بأن أقلبية النواب سيوجهون وثيقة إلى السيد رئيس الوزراء لإبعاد كل من هو في المسؤوليات في الدوائر والمواقع بدرجة مدير عام صعودا بإعفائه من منصبه حتى لا يؤثر على الانتخابات وهذا الأمر يشمل حتى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات واتفقنا قبل يومين بيننا بأننا نوجه هذه الوثيقة بعزل كل من هو بدرجة مدير عام صعودا إلى درجة وزير حتى لا يستغل المال السياسي والنفوذ السياسي وهذه هي يعني من أبجديات الدستور في تكافؤ الفرص يعني اليوم المرشحين يجب أن تكون لديهم تكافؤ فرص اليوم أنا كيف مثلا أأتي بشخص مدعوم وهو على رئيس مثلا جامعة أو مدرية عامة أو وزارة مع مرشح مستقل ليس لديه هذه الإمكانيات فنحن سنوجه الوثيقة وقطعا نحن واثقون من أن السيدة الكاظمي سوف يتفاعل معها وسوف يعني يقدمها لا سيما أننا سمعنا منه بأنه يعني وجه الوزراء بعدم الترشح وإن رادوا أن يترشحوا فعليهم أن يقدموا إجازاتهم الإجبارية إلى أي درجة أستاذ أحمد بكل صراحة السلاح المنفلت سلاح الميليشيات هو الحاكم هو المسيطر على أبرز مناطق نينوى أهم مكاسب نينوى الاقتصادية التي تدر عليها وتمول موازنة نينوى هي تحت سيطرة هذا السلاح وبالتالي هل يعني من المنطق أن نقول بأنكم ستحققون 17 مقعد بأرياحية يمثلون أبناء نينوى لو يجوز حتى العشر ما توصلونها في ظل ضغط السلاح المنفلت على الدوائر الانتخابية المتعددة يعني سؤالك بأكثر من إجابة الإجابة الأولى بأنه نعم ربما هناك تجاوز على المال العام من قبل مكاتب تدعي أو هي فعلا تدعي لفصائل معينة وهذا الأمر واضح جدا ولكن الفساد الأكبر حتى نتكلم بشكل واضح ونحن برمضان وصايمين استاذ زيد الفساد الأكبر من الأحزاب من الأحزاب يعني اليوم المقاولات يعني يجوز مقاولة وحدة لا تروح له ما تروح لهذه المكاتب بس التسعين بالمئة من المقاولات تروح إلى أحزاب ومعروف هذا الأمر يعني اليوم مسؤولين موجودين لديهم نسب هسه طبعا نحن ما نقدر نثبت هذا الشي لأنه إثبات الفساد هو موضوع كبير على اعتبار أنه هناك تقنين للفساد يعني اليوم أنا ما أقدر يعني المقاول اللي ينطي نسبة شلون نقدر نثبت بأنه هذا المقاول دائرة أو هذه المديرية أو هذه المقاولة فهذا يعني إجابة على شطر من سؤالك أما وجود الفصائل أو السلاح المنفلت خليني يعني أتكلم لك بشكل واضح أستاذ زيد في انتخابات 2018 كانت الناس خايفة وكان لما يجيهم ماحد مثلا ويقول أنا مثلا من الجهة الفلانية ولازم تتخبون فلان يجوز يخافون من عنده نص القرية ويسمعون كلامه أما الآن يجوز ماحد يخاف من عنده واحد اثنين بس اللي هو يجوز عنده فعلا مثلا محسوب على داعش يخاف من عنده أما الآخرين يعني فهذا الموضوع أصبح يعني قليل جدا رح يبتزوهم أستاذ أحمد رح يبتزوهم آسف جدا رح يبتزوهم رح يفتحون عليهم ملفات أمنية رح يفتحون عليهم تحقيق بمجرد ما يتهمه بداعش بمجرد ما يتهمه بتهمة داعش خلص طب بسلسلة إثبات أنه مداعش خلينا بس نناقش هذا الموضوع أستاذ زيد بعلمية بعلمية أنا اليوم لنعتبر أنه فصيل مسلح عنده سلاح منفلت يريد يفرض على منطقة معينة مرشح ويجي على المنطقة يقول لهم تعالوا انتخبوا هذا أولا ليس من ما يقدر الآن يعتقل لفت خمسين واحد ويلقوهم بالسجن يجوز يعتقل واحد واحد يعتقل وهذا الواحد عدتا يساومه ويقول له انتخبني وانطيني صوت واحد لذلك الموضوع قل أنا ما أقول لك ما موجود بس قل بس هو الآن شنه الآن الأخطر على الموضوع المال السياسي اليوم الناس الناس محتاجة مثلا اليوم أنا كقرية محتاج طريق محتاج طريق والحزب الفلاني مسؤول عن مثلا مسؤول عن تبليط هذا الطريق فالحزب يجي يقول راح أبلط هذا الطريق ولكن قريتكم تنتخبني وصارت طبعا اليوم ماكوش قرية مثلا بالجزيرة اليوم يعني اتصل بي أحد الأشخاص قرية بالجزيرة جايينهم أربع أحزاب كل واحد يقول له أنا أوصل لك مشروع مي مشروع مي بس مقابل أن تنطيني الأصوات إليك وهذا الأمر يجب أن يقف لديه المحافظ وأنا أتكلم هنا طبعا ولدي ثقة كبيرة بالسيد نجم الجبوري بأنه لن يقبل أن تحول المشاريع لهذا الأمر حتى لو كان محسوب على حزب من الأحزاب لأنه اليوم قطعا لا يستطيع أن يرضي جميع الأحزاب لكنه يستطيع بمهنيته كلامك أستاذ أحمد مقصود يعني جاي توجه الرسالة مبطنة لسيد المحافظة لا لا أنا داء وجه الرجال ابن عمي من حقي أنا أهم أخاف علي اليوم المشاريع يجب أن توزع هو يوزحها ما يسمح لفلان مرشح يجي مثلا يأخذ صورة واليوم أنت شنت يم المحافظة ورح أنطيها وهذا التابع لفلان حزب هاي ما نقبل بيها أبدا ما نقبل بيها ولا هو يقبل بيها ولذلك يفترض أي واحد مرشح بالمحافظة يعفيه هو الرجال ما رشح ما رشح لكن اليوم لما عنده مثلا معاونين مرشحين يقول له ينطي إجازة إجبارية ويقول له فيمان الله وإذا أي حزب من الأحزاب رات يستهدف لأنه اليوم المنافسة لازم تكون شريفة والموازنة اللي جبناها النينوة يعني اللي خصصناها النينوة عذرا حتى أكون واضح هي مو فضل من عدنا كنواب أو كأحزاب ولذلك الموازنة يجب أن توزع بعيدا عن الانتخابات والمرشحين وإحنا كنواب نينوة راح نراقب هذا الأمر إحنا ما راح نجع يعني إذا أنتم ما عدتم على هذا الحاج ما عدتم مشكلة من المكاتب الاقتصادية للجماعات المسلحة الحمى من الرجلين والله يا أخوية اسمح لي بصراحة قير جوز المكاتب جوز أخذت السكراب أخذت الأراضي في فترة من الزمن بس بصراحة قير يعني أنا أتكلم لك إياها مو أدافع عن جهة ترى المقاولات يعني المقاولات ما لها علاقة بيها المكاتب الاقتصادية يعني المقاولات أنا أقول لك يعني المحافظة بيها جهات محسوبة على أحزاب الرجال المحافظ يحاول يدفع بأنه يكون مهني حيادي والرجال ينجح في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان ربما ما يستطيع لكن أنا أتكلم لك بشكل واضح إحنا هذه الموازنة اللي هي أكثر من بحدود 800 مليار إحنا نريدها تروح تتوزع بالطريقة الرسمية وحتى اللجنة المالية إحنا ما نقبل أن تفرض على نينوة لأقراض انتخابية اللجنة المالية اللي يعني خلوها فقرة بالموازنة بأنه وإحنا طبعا اعترضنا على هذا الأمر لأنه هذا الأمر ليس صحيح أنا اليوم محافظ هو ليخلي الخطة مالة المشاريع أوكي ناقشة من حيث الفنيا مع اللجنة المالية بس ما ليأخرونه أو يحاولون يبتزونه لا والله ما نقبل وإذا ما نقدر نسوي شي بالبرلمان أقل لها عدنا الإعلام وعدنا الشعب وعدنا الوعي اللي موجود في نينوة طيب هذا الكلام مهم أستاذ أحمد وطبعا أنا أقول أن المؤسسة الفلوجة على الأقل منبر لكم لمثل هذه القضايا وتحدياتها أريد أسألك أيضا عن أوقاف نينوة وحدة من المشكلات نينوة هي أوقافها أوقاف يراد تغيير هويتها وديمغرافيتها ومصادرة أملاكها مثل ما جاي يصير اليوم في سامراء ومثل ما جاي يصير في بغداد شنو موقفكم كنواب نينوة من مصادرة هذه الأموال أو هذه الأراضي أو هذه الأوقاف التابعة لديوان الوقف السن تحديدا يعني هي صار تجاوز على أوقاف نينوة كما جرت التجاوز على أوقاف بغداد وسامراء وفي محافظات أخرى وللأسف في هذه الدورة كان التجاوز هو الأكبر يعني للأسف الشديد وطبعا هذا يعني الجميع يتحمل المسؤولية كل بقدر تصديه للمنصب وللموقع يعني اليوم أكيد طبعا اللي موجود في مجلس الوزراء يتحمل واللي على رأس السلطة التشريعية يتحمل وكنواب نحن أيضا نتحمل وكلنا يتحمل ولكن نحن يعني أوقفنا يعني هذا الأمر مؤقتا ويعني كان هناك يعني تعاون وتفاعل من بعض الكتل يعني الشيعية في أنه نحاول أن لا ندخل في تفاصيل هذا الأمر ولكن يعني هو يعني حل مؤقت وليس دائمي وبالتالي يقلقنا كثيرا هذا الملف وبالتالي نعتقد أن هذا الملف هو يعني قنابل موقوتة لإثارة الفتنة الطائفية التي يعني تحاول بعض الأطراف عن طريق يعني بشكل مقصود أو بشكل غير مقصود كيعني فساد أو منافع تستفيد منها من خلال الاستحواذ على الأوقاف فهذا الملف أيضا خطيرا ولا يقل خطورة عن الملفات الأخرى جزء من مفاتيح حل مشكلة نينوة أو معضلة نينوة هي أربيل أستاذ أحمد الجبوري كيف هو تواصلكم مع القيادة الكردستانية في أربيل وتفاهماتكم لحماية هوية نينوة ومحاولة إيجاد تسوية للمشكلات ما بين أربيل والموصول يعني واضح اليوم العلاقة مع أربيل تختلف عن العلاقة يعني العلاقة بعد داعش والتحرير والنزوح تختلف عن ما قبلها ربما كان هناك يعني اختلاف كبير لا نقول صراع وإنما اختلاف كبير في وجهات النظر ولكن اليوم هناك تفاهمات كبيرة مع أغلبية يعني نواب نينوة وتوجهات نينوة لأننا نعتقد أنه يجب أن يكون هناك تكامل وليس تقاطع مع أربيل وحتى يعني المشاكل التي أوجدها الدستور يجب أن تحل بطريقة هادئة وعبر الحوار وعبر التفاوض وعبر المصلحة العامة لأبناء نينوة وأبناء يعني محافظات كردستان فالعلاقة جيدة ولكنها تحتاج إلى إدامة ويعني أكيد اليوم لدينا هموم مشتركة تجاه قضايا معينة كسنجار ويعني وجود حزب العمال الكردستاني في مناطق في محافظة نينوة أو في المناطق التي الآن هي يخضع لسيطرتها أكيد هناك تنسيق ويجب أن يكون التنسيق عاليا وكبيرا أستاذ أحمد الجبوري شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في الساعة الأخيرة رمضان مبارك وأتمنى أن نلتقي في مقابلات لاحقة مع بعض الانتخابات ونشوف شنو سويته وشنو النتائج وما هو مستقبل لنا شكرا أستاذ أحمد جزيلا شكرا تحياتي لك شهد الكرام نختم كالمعتاد بفقرة التغريدات التي رصدت والمتعلقة بقضية الانتخابات بصورة عامة دكتور باسل يقول اللبنانيون جربوا الدوائر الصغيرة وبعض الأحزاب العراقية استعانت بلبنانيين في عملية الترشيح أو توزيع المرشحين وهي لازالت تستعين لهم إلى إجراء الانتخابات تستعين بهم لإجراء الانتخابات كما أرسلت فرق حزبية للتدريب في لبنان واستقبلت خبراء لتدريب كوادرها لا بأس بأنه تستعير تجارب الآخرين لكن قحطة التجارب حتى تستعير التجربة اللبنانية هل لبنان بلد متقدم من الناحية الانتخابية وانعكست نتائج الانتخابات على واقع لبنان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وأي شكل من أشكال الملفات الأخرى بالتأكيد لا لبنان دولة فاشلة متأخرة منهارة اقتصاديا وعلى شفاهاوية كما هو العراق كما هي سوريا كما هي اليمن كما هي العديد من الدول التي تعاني الأزمات فروح استعين بخبراء وتجارب ونظم وخبراء وأشخاص أفضل من التجربة اللبنانية مع كل التقدير للشعب اللبناني الذي يدفع ضريبة وتمن تواطئ سياسي على تدمير هذا المجتمع ودولة مهمة كلبنان فما أعرف ليش نحن دائما نستعير بالتجارب الفاشلة والمتأخرة نور الدين السامرائي يقول الأستاذ نور الدين خبير في شؤون الانتخابات عدد المرشحين لانتخابات النيابية عام 2018 سبع تالاف عدد المرشحين للانتخابات النيابية عشرين واحد وعشرين تلتالاف خمسمية وثلاثة وعشرين نظام الدواء الانتخابية أجبر الكتل والأحزاب على التقليص وهذه ملاحظة جديرة بالاهتمام ومهمة فعلا أنه يعني لو تشوفون انتخابات 2006 وانتخابات 2010 و2014 و2018 عن انتخابات عشرين وواحد وعشرين هناك بون شاسع جدا في عديد المرشحين الذين يتنافسون تقريبا احنا نزلنا من آلاف المرشحين إلى رقم بسيط جدا بلد ثلاث يعني وصلت أرقام ترشيح مستعشلف وبدأت تتقلص وهذه واحدة من الإيجابيات المعتبرة في نظام الدوائر المتعددة منتظر العمري الجميع ضد تقسيم البلد وتأسيس مقاطعات تابعة للأحزاب محاولة فرض جهة سياسية على محافظة عراقية بقوة المال والسلاح سيؤدي إلى فتح باب الفوضى في كل محافظة ومنطقة وهذا ما حذبنا منه سابقا أن الدوائر المتعددة لا تناسب البيئة الحزبية في العراق نختم ربما بهذه التغريدة لكن أقول بأن فكرة تأجيل الانتخابات والطعن بالنظام بالمناسبة فكرة واردة جدا تلاحظون أكو كتل سياسية هي مسؤولة عن السلاح المنفلت ورعت ومولت السلاح المنفلت تحاول أن تطعن في المناخ الانتخابي في سبيل التأجيل ترى هذه دائرة الاعتراض إذا ما اتسعت قد تتأجل الانتخابات مسلسل اغتيالات اليوم اللي جاي نشوفها آخرهم المرحوم إيهاب ربما واحدة من وسائل الضغط نحو إفشال المناخ الانتخابي للدفع نحو التأجيل فممكن نستعد لهذا السيناريو نلتقي غدا المشاهدين الكرام السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة